السلام عليكم شباب وكم في دول من جيمينج تايم جميل لكم اليوم فيديو شهر هذا في إفنتات زحمة حافل بلاشي اللي بدينا نسويها وكل سبورة ينفتح لنا إفنتين ثلاثة يشغلنا خلال الشهر الظهر الحجر جاي الظهر عندنا عقل في السعودية الظهر جاي هنا حجر فعندنا أشياء تنسنا تسلينا تفرحنا خلال فترة هذه واحد من الإفنتات راح تتكلم منها بإذن الله الإفنت حي الكاميرا فعندنا أذكروا للناس اللي ميدرون عندنا بكرة بث راح يبدأ مدتها ست ساعات و راح يمدتها لأ 12 ساعة أو 24 ساعة بلان على الهداف اللي مدينة الحقيقها باتات البث و كذلك عندنا جيفاوي لوصولنا العشرين ألف اللي مفروض نوصلها في خلال اليوم يومين بإذن الله أقيم لما نوصل راح نسحب على واحد من الفناس الفائز المحظوظ اليوم وداعيت لأبوه دعيه لعدوه داعي عليه بس ربكم مافق المهم مفرقة راح نسحب على واحد و ندخل حسابه و نسحب للي نجي تشاو سواء نجا من الأول سحبه ولا بعد مئة أو ثمين سحبه مخوفي ولا شي اذا نحس بيخسر الواجه سعلمون هذا أحد الأشياء اللي ودي أشارككم فيها ولو ما هدية مني لكم على الدعم الأليم اللي قاعدين تسويونا لفترة هذي فأجين إذا بس قولت سبسكراب سبسكراب ويمكنك تحق و راح تكلم عن تفاصيل بإذن الله الفيديو الثاني و راح تكلم عن فيديوه اللي شو أو بي أجين و سحب الفيديوهات راح نغطيه خلال السبوع هذا و خلال الشهر هذا بذل الله فأجين سبسكراب لايك كومنت نبدأ و مرح تكلم طبعا عن سلفة سبسكراب لايك كومنت انه الرديو لسويتوه انت صح؟ نعم نبدو في الفيديو الآن عندي سوري الكوست حقنا اليوم اللي إفنت راح تكلم عنه اليوم أحد الإفنتات اللي جوائزها دسمح جوائزها شيحليوه والله حق تحفز من المشاركة انك تلعب مع الناس ثاني وتتفاعل معاهم وتتعرف عليهم الإفنت حقنا اللي أول إفنت راح يبدأ في خلال الشهر هذا اسمه فايف فلاشز فورشن الترجمة الحرفية حقت جوجل الخمس السيفونات المحظوظة طبعا لأن فلاشز لها ترجمتين و اختلفتين بس سيدي خمس بطايق متالة و أربعة أضو محظوظة حتى الناس تجيب العديد تترني محاكتها تلفت الإفنت الإفنت يوميا طبعا بداية لازم تروح الخريطة هنا تتكلم واحد عندك وست معين إذا سويت راح أطيك الكاميرا هذه الكاميرا لازم تروح تركبها من الشنطة عندك قبل تتكلم عشان أساسيا الناس اللي ممكن ما سووها تكون عندهم فكرة عنها يمكن تكون عندك كاميرا من قبل بس الكاميرا الجديدة مختلفة ليه؟ لأن الكاميرا القديم عبارة عن كلمة واحدة الكاميرا الجديدة عبارة عن كلمتين كاميرا انتبه هذي إذا هذي مركبها ركب هذي إذا ركبت راح يجيك الزر حقها تاحد على سار هنا هذا الخطوة الأولى الخطوة الأولى حلو راح تفتحت الكاميرا خدت الكاميرا تركبت وعرفت نفاتها شي اللي تسوي يوميا حتى تتجمع الريوردات حقتها لانه مم مباشرة فيها لحظة مخ وجه عين المهم لحظة راس كل يوم راح تجيك مهمة معينة للتصوير راح يعطيك وصفين للأشياء تصورها الوصف الأول عبارة عن مخلوق نبتة وحش إجدار بيت اللي هو بيكون جزء هذا والوصف الثاني له اللون حقها مثلا أمس كان عبارة عن ريد بلانت ولا فلاور يعني عبارة عن وردة حمرة راح صور لي وردة حمرة عدد معين والعادة عشر مرات يوميا أنا صورت الريدي مرة فابقالي تسعة حلو؟ عشان تعرفوا ما كانهم اليوم عندي لشيء مختلف يقول لي بلو كريتشر مخلوق أزرق مهم طيب مفترس مفترس اللطيف خكرية ما فقط يبلك تصور مخلوق أزرق عشر مرة كل مرة تلقاه وتصوره وشان نوعا ما أسهل عليكم إن شاء الله هذي راح يعطونك واحدة من البطايق الخمسة الثوري عشوائيا أن تحظك ما لها قاعدة معينة في احتمال حرفيا يجونك عشرة بطايق حمر لما تصرف العشر صور حقينك وهنا هذه اللي نحصة تحظ وعلمك شو تتصرف معاها بإذن الله بعد شوي الشوان تعرف المخلوقات هذي الطريقة السهلة وسريعة يمديك أن تحافظوا ما كانوا في الخريطة والله في مخلوق معين هناك الوحش المعين هنا عرفه الوحش اللي هنا بدي شوي غفيفة الطريقة الأسهل تضغط اسكيف تروح للأركايف تروح عند لفينج بيينجز هنا تأخذ الوصف حق العطوكية مخلوق أزرق هذا أزرق هذا أزرق هذا أزرق هذا أزرق هذا يكون مزرق هذا مفضل يكون أزرق أتوقع ما سويته هذا يمكن أزرق ذا أزرق أي شيء لون أزرق يمديك تصورة ويعطيك الكوستاذة هل هذا يعتبر أبيض أو أزرق معنى ما أحسن أزرق مفضل العموم أسأل حاجة بالنسبة لك دور عنها ودور عنها في الخريطة إذا حسيتني ما تتذكر مكان معين أول مرة تلعب اللعبة وما تعرفها ما كان وحوش أضغط أجن أسكيف ورح عند الأدفنتشر بوك هنا ورح عند آنينيز ودور وحش معين يتماشى مع اللون اللي ينتبي العادة اللحوشة السهلة تلقاه في العالم بشكل بسيط لكن إذا احتجت شيء معين دوره هنا ما لقيت وحش معين جايوا من اليام تطلبوا منك نبتة معينة أضغط أسكيف رح للإنفنتوري عندك ولف الأركايف بس خنروح للإنفنتوري هنا رح عند النبتات حقيينك ودور أي نبتة لنها أزرق ذي النبتة إذا تكون عبارة عن نبتة ثلجية تضربها بماء وتضربها بنار وتنفتح عبارة عن عندك نبتات زرقة ثانية المفروضة عندنا كم نبتات زرقة هذه اللي موجودة في الليوي يمكنك تصورها بسهولة الولف هوك يمكنك تصورها بسهولة هذه اللي تكون موجودة على الجدران والجبال بشكل ما يتوقع في البنة الزجية حطونا ونزرقة المهم دور اللون اللي طالبينا إذا عرفته راح تدور عنه إذا انت مدل لماكنه في الخريطة أقيل مرة ثانية في موقع بسهل الشغلة هذي لك الموقع بحط اللينك حقه في التسكيلوبشن تحت ويمديك تدخل عليه مباشرة الموقع داي ساحدك تلقى شي كثير في اللعبة وأنا ويتكلم عنه في فيديو الحال أن هذا دليل سريع لأغلبية الناس اللي ستختموا ونقلت شي لنباك بس موقعا خلني بخشل لسه هذي وبروح بطفي كل حاجة بقول يصف في كل الخريطة يصير فاضي عندي انزل تحت دور عن وردة انت بيها وردة زرقة وردة زرقة وردة زرقة وردة زرقة راح أي مكان في الخريطة ورح تلقى ذوي انتك تصورهم مباشرة أهم شي تصورهم قبل لا تخطفهم قبل قلتلك المصح تخطفهم يس عدل بدي اشكلت الحروف مساعة المهم إذا كنت لازم تصوروا يحوش والحوش ملاع وزينك كما تجي تصورهم يطقونك في معلومة كبعض الناس ميدرون عنها مثال اليوم عندنا وحوش زرق يريدنا نصور وحوش زرق عشر مرات الواقع الموضوع سهل بشكل كبير لان يمديك تروح هناك واحدة زرق يفتح الكاميرا إذا ما طلعت لك العلامة يمديك تسوي زوم انت وتصوره مبعيد بدون ما يطلع لك كل حاجة يريدنا نقرب شوي يريدنا نقرب شوي يريدنا نطلع زوم انت ومديك تطلع صورة حقتها بدون ما تقرب جنبة حرفية مبلازم تتجنبة وتنطق صورتها دور لك واحد ثلجي ثاني وخذ من نفس الشي اناك لقيناهم دور في العالم وحطه في بالك معاني؟ لا تبي مكان معين اجن رح لمكان هذا دور سوء اسل اشان ليوا يكونك دور عن وحش معين والله انا ابي النبتة هذه مكانها هنا والله انا ابي اسلايم معين اسلايم مكانها هنا دور اسلايم الثولي دور عن اسلايم ازرق ورح يعطيك المهمة حقتك انتها قالوا الان لقيت اللي هم يابونا دورت عن وحش ازرق وحش فصواري فاتح نبتة خضرة نعلة برتغالية طالبينك شي معين دورت في الخريطة تصورها وتصور منها عشر نسخ مختلفة يمديك تصور عشر اسلايمات مائية مختلفة بس ما يمديك تصور الاسلايم نفسه عشر مرات ونفس الشي مع نبتات او البحر الفواكه اذا طلبوا نبتة معينة او لفاكة معينة تصور كل فاكة بحدداتها مرة واحدة معناه لو عندك عشر تفاحات وانديك تصور كل تفاحة مرة واحدة وتصور عندك عشر صور بس ما يمديك تصور تفاحة نفسه عشر مرات فهمت الفرق؟ علموه عندك عشر افلام عشر فلاتر المهم عشر صور في اليوم نتصورها وكل صورة تصور رح تعطيك بطاقة واحدة من ذولي حمرة او زرقة او صفرة او بنية او بنسجية هذي تأخذها وتروح للشخص اللي اعطاك الكاميرا في الليوي وردكم مكانه في جديد الفيديو يتكلمه وتقوله كليم تروح تعطيه خمس صور عشان يعطيك الصندوق هذا اللي فيه جواز ينعيم الجواز الجواز مضمونة ثابتما تتغير اللي هي برايموجب 60 حبة دايما وفيه واحدا من ثلاث جواز مختلفة انتو حظك احيان يعطيك 12 كتاب حيان 24 كرسالة التلفيذ حق التسلحة وحيان 120 الفبراير مجب كلهم جيدين ودينا لي الخيار ان يختار بس الواقع مهما جاك يعتبر شيئا المشكلة لازم تعطيه بطاقة من كل واحدة من الالوان هذي يعطيه خمس وطاق واحدة حمرة زرقة واحدة صفرة واحدة بنية واحدة بنسجية عشان يجيك الريورد هذا اذا انت محظوظ او خلنا قول انت منحه واسم مثلي وكل الصور جلاتك في الحمرة وفي الزرقة ما يمديك تدخل الجائزة هذي لازم تكون عندك ناس في الفرندلست تتبادل معهم بطاقة هذي قويك عند بطاقة بنية زحمة انت عندك زرقة زحمة تعطي بطاقة زرقة ويعطيك بطاقة بنية تحط اللينك في الدسكريبشن حق الدسكورد حقنا يمديك تدخل عندك جنشن امباكت غرف اسمها افنت التصوير ناس والد يدخلون كل واحد يقول انا ببطاقة فلانية هذا الايدي حقي الضيثة تعطي بطاقة ويعطيك بطاقة ثانية وتساعدهم بعضهم بشكل كبير الان اذا اضافته وموجود عندك في الفرندلست تخش عند الإفنت تروح عند تدور عن ربعك اللي نقصهم الوان معينة مثال هذا ما عنده زرقة بس عنده صفرة اقدر اقول تدري انا بساعدك برسلك واحدة زرقة بحيث هو يرسلي واحدة صفرة شانكوس شانكس تاذ المهم تأخذوا من جمعهم بغير اليوم يبيل ادخل البث ان اقضir عن واحدة عنده بطاقة بنية واسوي الاخ Cities ويعطييني واحد من الصنادق عندك ثمان صناديق في الإفنت كله. إن شاء الله فاتكم الفيديو إن شاء الله أعطاكم بعض المعنوات يمكن كانت مبهامة عندكم إذا فيه أشياء مبفاهمين أعطيتكم بصورة واضحة وعطيتكم الموقع اللي يسهل عليكم تلقون بعض النبتات والمحوش والمخلوقات اللي يمكن صعب تلقاها بنفسك. اللينك حق الدسكورد واللي هنصح أنك تدخل وتدور ناس تعرف عليهم واللعب راح تكون أحلى بإذن الله مع المجموعة مهما كانت اللعبة حلوة تزداد حلال متعابة مع ناس معينة وتشكل صديقات من قاعدة تلعبها واللينك حق الموقع أقيل اللي استخدمته هنا راح أطلقين في الدسكليبشن تحت تلقايب لايك كومنت ونشوفكم هذا المرة دائية تذكروا بكر عندنا بث من 6 ساعات إلى 14 ساعة بالله على هداف اللي بيجيبها وعندنا اليوم بث الليل انتكم تجون العزن سوى بيثوتنا بشكل يوم يومي عن طريق تويتش من الساعة 8-9 إلى الساعة 11-14 يوميا عندك سئلة عندك سبسرات تبت السالس تعال وإن شاء الله إن شاء الله بلاي يدرج وإن شاء الله مدلعكم كومنت جاية باي